شكى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه من حماسة عند ابنه عبد الله فقال ابعثه إلي فبعثه إليه فتأكد النبي من هذا الأمر وكان عبد الله يصوم يواصل الصيام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر أي أنه لم ينل أجر الصيام ولا حصل فضيلته لا صام من صام الدهر صم يوما قال صم من الشهر ثلاثة أيام ما حسم المادة بمعنى أنه منعه أن يصوم لا الصوم عبادة صم من الشهر ثلاثة أيام قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك شاب وعنده الحماسة وعنده الرغبة والاندفاع في الطاعة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوميني قال أطيق أكثر من ذلك قال صم يوما وأفطر يوما قال أطيق وأفضل من ذلك عندئذ حسم المادة قال عليه الصلاة والسلام لا أفضل من ذلك فإن أفضل الصيام صيام نبي الله داود يصوم يوما ويفطر يوما الذي نمى إلى النبي غلو في مظاهر الاندفاع والحماسة في الطاعة توثق النبي منها أولا ثم نهاه عن هذا الأمر قال لا صام من صام الدهر ثم أوجد له البدائل الشرعية المشروعة المسنونة صم ثلاثة أيام قال أطيق أفضل قال صم يوما وأفطر يومين قال أطيق أفضل قال صم يوما وأفطر يوما قال لا أطيق أفضل قال لا أفضل من ذلك إذن توكد ثم عالج هذا الغلو بالشرع عالجه بالسنة عالجه بالاستقامة الحقة بالاعتدال على دين الله عز وجل يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سن وكبرت سنه ووهن عظمه يا ليتني كنت أخذت بوصية النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم ثالثة أيام من كل شهر أو يصوم يوما ويفطر يومين لما لأنه لما كبر ما كان على همته ونشاطه وقوته لما كان شابا يا فعا وأحب الأعمال إلى الله ماذا أدومها وإن قل هذا العمل ترجمة نانسي قنقر